السعادة الحقيقية ليس أنك تنتصر في كل موقف بعض الأحيان أنت بحاجة إلى أن تكسب الإنسان لا أن تكسب الموقف نحن ربما الشيطان يتسلط علينا في كثير من أمور الخلافات على أننا إلا ننتصر على فلان إلا نهزمه إلا ندحره وربما كان هو أولى من كسب الموقف أليس في الحروب بعض الأحيان أن الإنسحاب من المعركة هو انتصار أليس كذلك كثير من المواجهات التي ترونها الآن هذا تشاجر مع فلان في القطار وهذا تشاجر مع فلان في مدخل الطائرة وهذا تشاجر مع فلان في السوق وهذا تشاجر مع فلان في مدخل كذا حتى صرنا نرى مشاجرات في المساجد وخلافات حتى في المساجد لماذا لا نحسن مدارك بعضنا البعض أعطيكم مثال على ذلك أليس طبيعة عمل الإنسان تؤثر فيه تخيلوا إنسان تقاعد من العسكرية برطبات اللواء كيف تكون زوجت معاه متعلم على الأوامر ومتعلم على أنه يفعل ويعمل ويأتي في البيت ويصير موصل طلبات صح ولا لا يتحول من الدوام من رتبة اللواء إلى اللواء في البيت تاكسي يصبح لازم أن تعود نفسك أن تداري الإنسان بطبيعة عمله لأنها مؤثرة فيه مع جيرانك لا تجلس تناقشهم وتخالف تتخالف معهم على أتفه الأسباب كم من جار تنازع مع جاره على أكرمكم الله على القمامة عند الباب واقع لم يهب واقع مؤلم لم يهب مؤلم مؤلم كم من إنسان وصل الأمر إلى الدماء وإلى السجون وإلى غيره ولما تفتش في المشكلة تراها مشكلة إيش بسيطة لو مر عليها مرور الكرام كما قال الله عز وجل إذا مروا باللغوي كرم نفسك اشتركوا في القناة